تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغدائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير من عام 2024 وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ضمن جهود الدولة لتوفير السلع المدعمة للمواطنين بدأت المنافذ التموينية بمحافظة الجيزة في صرف الحصص التموينية من المواد الغدائية لأصحاب البطاقات التموينية لشهر فبراير ضمن مقررات التموين السلع كلها متوفرة ولا فيها زيادة أسعار ولا فيها أي مشكلة في نقص في منتج السكر موجود و12 جنيه و60 قرشه ده سعر استرشادي مش المواطن ما يدفعش ثمنه إذا الزيت ب30 جنيه والمواطن ما يدفعش ثمنه سعر استرشادي بعد كده بقى بيقب بقى يعني لو هلول مجازة بتاع أربعة أفراد بيأخذ أربعة زيادة زيت وأربعة كيلو سكر وبقيت فلوسه بيأخذ بقيت المنتجات اللي هو عايزه بقى اختياريه عملية صرف الحصص التموينية تأتي مع تشكيل مجموعات عمل من اللجهزة الرقابية التابعة للوزارة للمرور بشكل دوري على كل الأسواق لمتابعة انتظام عمليات الصرف عندنا كل المنافذ تعمل المهاردة عندنا أكثر من 30 سلعة تموينية موجودة داخل منافذ تلك السلعة التموينية كلها تعمل المواطن بيتقدم ببطاعته يأخذ السلعة التموينية على حسب عدد أفراده الأسعار سابتة زي ما هي دون تغيير في أي سعر السكر ب12 جنيه وستنارش الزيت ب30 جنيه فميش تغيير في سعر أي سلعة منافذ تموين بالجيزة شهدت إقبالا من المواطنين ضمن 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية مع ضخ السلعة الغذائية بالشركات التابعة لوزارة التموين وترحها للمواطنين بأسعار مخفضة